قدرة الست على الإنجاب دي فيها كثير جداً من الأعجاز وكثير جداً من المؤثرات يمكن أن تلعب دور في تأخر قدرة الست على الإنجاب من أكثر الأفرع الطبية نمواً هو علم مساعدة الإنجاب ومراكز أطفال الأنابيب والحقن المجهدي البويضات كل ما خرجت في سن مبكر من المبيض كل ما كانت شابة هناك وحش في حياة كل امرأة وهو سن الياس مخزون المبيض هو عبارة عن رصيد قابل أو مستمر في النقصان ثم النفاذ بحلول سن الياس من أكثر المنحنيات العلمية في التعلم بنسميه ليرنينج كيرب وهو نقل الأجنة بطانة الرحم المهاجرة أعتقد برضو أنها من الحاجات اللي في مصر اللي عملت معاملة قصرة جداً حزاري من الخطوط الحمراء في العمل حزاري من البدعة في العمل ترجمة نانسي قنقر أهلاً بكم النهاردة واحدة من أهم حلقتنا في عالم تأخر الإنجاب على الإطلاق قيمة علمية كبيرة وضيف مهم جداً وحوار على أرقى مستوى هنفند بيه بعض الأخطاء المهمة جداً اللي بتحصل في عالم التعامل مع تأخر الإنجاب أكيد فيه معتقدات لازم تكون انتهت يعني مثلاً من ضمن الحاجات اللي لازم تكون انتهت من عقول الناس فكرة أننا أبقى الآن جداً في عالم تأخر الإنجاب قبل مرور عام من العلاقة الزوجية وإن كان دي برضو عليها بعض المحترزات وبعض النظرات الجانبية عام من إيه بالزبط؟ عام من علاقة زوجية مستمرة؟ طب العام دوة مناسب لكل الناس ولا الناس اللي سنهم متقدم شوية تجاوزوا 35-36 برضو هننتظر عام ولا إيه؟ ولا القصة إيه؟ طبعاً فيه أشكال كتيرة جداً من المعتقدات اللي لازم تختفي فكرة أنه الرجل بعيد على المسئولية والستة هي اللي في وش المدفع والاتهام الأساسي موجهة لها إنتي لا تنجبي إذن إنتي مشكلتك كبيرة وإنتي عليك اللون كله لا لازم نقول إنه الستة والراجل الاتنين لازم ينظر لهم نظرة متساوية ومش اتهام نطلع من دماغنا فكرة إن ده اتهام وإن ده وصمة عار وإن ده حاجة عيب وإن أنا أتكلم في الكلام ده بصوت خفيد وصوت واطي مع أي حد حوالي وإنه هو كل من هبه ده بيودلي بيدله وكأنه بينقذ الأسرة وبينقذ حاجة تانية بينقذ نفسيتهم لكن ما يدليش بيدله وما يدخلش إذا ما كانش له لازمة حاجات كثيرة لازم تختفي من دماغ الناس كثيرة قوي هل هناك معركة ما بين المناظير والحقل المجهري ولا الاتنين بيساعدوا بعض الحقل المجهري على عرش أكيد الأساليب والمناظير المساعدة له ما بتعقوش وما بتقولوش لا أنا أحل محلك أنا الباشا وأنا اللي هتصدر وأنا اللي هكسب لا المسألة واللعبة جماعية دور المعمل بقى أو الدكاترة اللي موجودين في المعمل ودكاترة النساء ودور الكونسلطانت الاستشاري النفسي كل ده هنتكلم فيه النهاردة في حوار ممتع جدا مع ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال الميجستار لعالم تأخر الإنجاب الأستاذ الدكتور محمود الشفعي طبعا استشاري ودكتوراه أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب زمالة أمراض النساء والتأخر الإنجاب والأساليب المساعدة للإنجاب من جماعة ستالين بوش بجالوب أفريقيا زمالة أطفال الأنابيب والحق المجهري من جماعة بورتو البرتغالية أستاذ علاج العقب وأطفال الأبيب وكل الطب مؤلف الأطلس العالمي لدراسات قلب ويضات بالمجال الإلكتروني ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمدير لمراكز زينة الحياة الخصوبة وتأخر الإنجاب الإنجاب الأسم الكبير أهلا بك دكتور محمود الشرف كبير لنا هزيزي في وقت ما أنا وكتير غيري القريبين بحكم انتماءنا للأسرة الطبية من عالم الحقن المجهري بدأنا نحس ان في نوع من المعركة أو نوع من الصراع الخفي ما بين المناظير والحقن المجهري وانه اللي بيشتغل المناظير بس بيحاول يقلل من قيمة الحقن المجهري والعكس اللي بيشتغل الحقن المجهري بيحاول يلغي دور المناظير وليزلك السؤال المناظير حاليا في 2021 تقييم دورها الحقيقة في الحقن المهاري أو في تأخر الإنجاب قد إيه؟ جميل ده سؤال رائع هنبتدي بيه تفنيد بعض المفاهيم إمتى تبقى شهدتي مش مجروحة؟ لما حضرتك تسألني عن two categories شيئين اتنين وأنا بأجيد أحدهم ولا أجيد الأخرى أو ما عنديش التانية تبقى شهدتي مجروحة لكن أنا النهاردة لو بأجيد لتنين أكيد شهدتي مش هتبقى مجروحة أو بلاش أجيد الطاقم بتاعي بيقدم الخدمتين في المركز يبقى شهدتي مش مجروحة المناظير منذ ابتدأت في القرن الماضي مناظير البطن قبل الرحم كان لها دور في نجاح بعض الحالات إنها تصل إلى الإنجاب اللي هو كان تسديك الأنابيب أو ما إلى ذلك ده وصلنا به إلى نتيجة آخرها كان 5% دخلنا على مرحلة تانية في مناظير البطن ألا وهي تثقيب المبايد خاصة في حالات تكيس المبايد لتقليل هرمون الزكورة وعمل بعض الثقوب في القشرة الخارجية عشان أقلل عدد البوايدات الناشئة وبالتالي بسيطر على النشاط الزايد في المبيض وكانوا منتظرين إن بعض الحالات بتحمل بعد هذا المنظر برضو النتائج ما زادتش عن من 2 إلى 5% دخلنا بقى في إيرة تانية اللي هي البطانة المهاجرة ودور المنظر في البطانة المهاجرة هعمل به إيه؟ هفك الالتصاقات هريح السيدة هتحمل لوحدها هسلك الأنابيب الكلام ده سبت فشله تماماً نتكلم على العلم ده مش رأيي أنا إيه هو الدور الحالي لمنظر البطن في مساعدة الإنجاب منظر البطن بيساعدني حالياً فقط في فصل الأنبوبتين في حالات ارتشاح الأنابيب اللي هي الهايدروسالبينكس اللي هنشرحه بعد كده مش دلوقتي خيس؟ ليه؟ عشان ما تردش لي سائل سام ييجي من الهايدروسالبينكس أو من الأنبوبة المرتشحة إلى داخل الرحل لأن إحنا لازم نعتبر أو لازم نفهم إن إحنا بنتعامل مع غرفة مغلقة ما إحنا مدومنا قررنا إن إحنا هنعمل أطفال الأنابيب أو حقن مجهاري وننقل الأجنة عن طريق قسطرة الأجنة اللي هي عن طريق المهبل ثم عنق الرحم ثم جدار الرحم إنسى خالص كل ما هو خارج الرحم وبالتالي لو ما فيش شيء في الرحم نفسه يبقى حضرتك سيبك من الحوض خالص يعني إحنا بنعمل عمليات حقن مجهاري للفروزن بيلفز اللي هو الحوض المتجمد بدون ما جي نحيته طلعت إيرة أو حقبة بسيطة جدا إن أنا استخدم منزار البطن عشان أشيل بعض الأكياس الشيكولاتة اللي هي جزء من البطانة المهاجرة اللي موجودة فين في المبيض حاليا حتى مع كبر حجمها بقول له سيبها إذا ما عرفتش تسحبها وما تجيش ناحيتها خالص لسبب صغير قوي العمليتين لتنين اللي هي تثقيب المبايت وإزالة الأكياس الشيكولاتية أو الدموية المتجلطة من المبيض بالمنزار أو بالجراحة العادية طبعا أو عايزة بتدي بالجراحة العادية قبل المنزار فيهم أزية كبيرة جدا لمخزون المبيض ده كلام الأشري الأخير ده مش بس الأشري الأمريكان سوسايتي والأشري وكل الريكمنديشن كل التوصيات جمعية الأوروبية طبعا القبلة الأخيرة يعني فالقضية كلها دلوقتي حتى بقول للي بيشتغل في أي شيء في المبيض حتى لو بيشيل منه ورم خلي بالك عشان ما تأثرش على التغذية الدموية اللي هي العواية الدموية اللي وصلة إلى المبيض عشان ما تقلليش الريزار اللي هو مخزون المبيض اللي هو مواضيع كبير أهو بنتكلم عليها في أكثر من الحلقات عشان مخزون المبيض ده بالعربي كده هو الرصيد أو مخزون السيدة في الإنجاب فلو لخصنا النهاردة دور منزار البطن مش كلامي ده كلام الأبحاث العلمية وآخر المقالات هو في فصل الأمبوباتين وفي حاجة تانية في الحمل الأولي خارج الرحم قبل الإنفجار لما يتشخص آه أشيل الحمل خارج الرحم بالأمبوب بمنزار البطن بدل مفتح غير كده ما باستخدموه خالص يعني النهاردة العقلاء اللي هم حريفة المناظير اللي هم عارفين إنه دوره بيتقلص لما بتجي لهم مريضة زي دي يقول لها والله لا أخلص مش هعملك حاجة روح يعملي حقن مجهري مباشرة وأنا منزاري ملوش لازم على الحضرت ده الصادق وانا حسابهم كذلك كلهم نخش بقى بعد كده على منزار الرحم قبل منزار الرحم قبل ما أتكلم وأسرد فيه مزايا هقول قبل منزار الرحم عندي حاجة بسيطة قوي لازم ألجأ لها في كل الحالات بتوالي اللي هم السونار ثلاثي ورباعي الأبعاد زي ما السونار ثناء الأبعاد العادي بتاعنا عملنا طفرة في زيادة نسبة الحمل لما استخدمناه في نقل الأجنة إحنا دنتنا فترة أنا ابتديه في الموضوع من الأول خالص من 94 فبالتالي كنت بنقل الأجنة من 95 لحد 98 أو 99 كنا بننقلها من غير سونار خالص عمياني لحد ما أخبط في سقف الرحم أرجع سنتي وأفرغ الأجنة وأخرج لكن طبعا أنا مش شايف لما دخل عندنا السونار زادت نسبة الحمول في عمليات نقل الأجنة بعد أطفال أنابيب والحقن المجهاري برقم ضخم 15% زادت نسبة الحملة حاليا ما أقدر شنقل من غير سونار هو عيني اللي أنا بشوف بيها لازم أشوف بيعمل لي مساعد سونار من على البطن بشوف بيه تحرك الأسطرة التي تحوي الأجنة وهي دخلة وبتلف وبتجتاز جزئي عنق الرحم الخارجي والداخلي ثم إلى جدار الرحم السونار الثلاسي بقى والرباعي دول ممكن يغنوني عن عمليات خالص هنستعرض بعض الصور بعد إذنكو بالنسبة للسونار الثلاسي والرباعي ده رحم زو قرن واحد اللي هو نص رحم لما أشوفه أنا بشوفه بالسونار العادي بتاعي فابتدي أشك طيب عملت صونار ثلاسي وتأكدت من ذلك ثلاسي ورباعي الأبعاد لما أجي أعمل أي تقنية أبقى أنا عارف أنا هعمل إيه نمرة واحد ممنوع أنها تحمل في توائم خالص أن الرحم ده بالكتير قوي هيشيل واحد فلما تيجي تنقل أجنة ما تنقلش أجنة كتير ينمرة واحد هتعمل منظار حتى لو هتعمل منظار رحم تبقى أنت عارف وداخل أن حضرتك هتشوف جزء مصمط في ناحية وجزء فيه مخرج أمبوبة واحدة وهذه السيدة في الغالب هيبقى عندها نص جهاز تناسولي نص رحم أمبوبة واحدة ومبيض واحد كويس هشوف صورة تانية ليسوا نار آخر حلوة قوي ده بيقولي بالزبط زي ما كان فيه يوني كورنت بقول ده باي كورنت فايدة الصورة اللي أنا جايبها بالمقاييس دي اللي هو زول قرنين زول قرنين زول قرنين ده دول مش رحمين لا خالص زول قرنين نصفين نصفين أه بس نصفين مش مكتملين لما بشوف السبعة اللي عندي دي دي بتقولي إنه مفيش أنسجة السبعة دي نهاية سقف الرحم حلو لما أجي أعمل منظار لو أنا مش مشخصه قبل كده ممكن أفتكره أو أظن إنه هو عبارة عن حاجز رحمي أبتدي أنا أشتغل وأنا بقص في الرحم أنا بفتح الرحم كده أنا شغال غلط فبالتالي لازم أبقى عارف أنا بعمل إيه لأن أنا هجيب بعد كده الحاجز الرحمي وهشوف الفرق بينه وبين الرحم زول قرنين إيه يتفضل الصورة اللي بعد كده ده حلو قوي ده تي شيفت يوترس ده ممكن نحمل عليه لكن لازم نبقى مشخصينه من الأول إنه لا هو حاجز رحمي ولا هو رحم زول قرنين فلازم نبقى عارفين بالضبط إحنا بنتعامل مع إيه صورة اللي بعد كده بعدها حلو قوي الحاجز الرحمي اللي هو السبتيت يوترس دلوقتي أنا لما أخش هنا خلوا بالكو الصورة اللي فاتت إن السبعة كان مكانها وراها اسود وراها فاضي مفيش أنسجة هنا أنا ده عندي أنسجة اللي هما بالضبط النصفين لكن ملتحمين عند السبعة وبدأ ونهاية الالتحام بتنتهي عند سقف الرحم يبقى أنا هنا لا هنرجع بالصورة تانية لو سمعت لما خش بالمنزار وأنا مشخص تماما لا أيه بالضبط كده حلوة أنا مشخص تماما إن أنا داخل على حاجز رحمي أبتدي أشتغل وأنا بأقطع وفي اتجاه معين ناحية سقف الرحم بدون ما اتجه ليمين كتير قوي ولا شمال كتير قوي إن أنا هاوصل إلى سقف الرحم أحول الفراغين دول إلى فراغ واحد وهنا بقول لازم أكون حنين جدا وأنا بشتغل هشتغل بحاجة اسمها مقص بس يفضل بدل الدياثيرمي بدل جهاز الكي خالص ليه؟ عشان محرقش أنسج خالص وطمن تماما إن أنا صلحت صح المقص هيبقى حنين حنين ومدى الاساسي بتاعه هو مدائه بالزبط كده لكن الكهرباء ممكن تنتشر بتنتشر لا إحنا بنسيطر عليها وبنشتغل به ما عندناش مشكلة لكن يفضل إن حضرك ما تستخدمش دايثيرمي وتستخدم المقص العادي وإنت بتشتغل وفي الغالب على فكرة الحالات دي فيه إيد الخبرة ما ببقاش فيها نزيف كتير وبالتالي بتقدر تشتغل وتشوف سقف الرحم قبل ما تخلص حظير فهنا بقول إن أنا عندي عين تانية ساعدتني اسمها السونار الثلاثي والرباعي نيجي بقى إلى الإيرة الجديدة اللي غيرت دنيتنا كلها اللي هي منزار الرحم اللي هي لما ابتدى على استحياء جنب منزار البطن كان بياخد كتف بس جنبه كده عشان يشتغل وكنت دايما نذكر منزار الرحم بجملة ده أوفيس بروسيدور بالزبط وبريسيمبل بروسيدور فهنقد انطباع للناس إنه حاجة بسيطة إنه حاجة هايفة تفهى بالزبط كده نفس التعبير لا هو مش كده خالص وأعتقد أن أنا في لقاء مع حضرتك أكتر من مرة قلت عبارة اللي هي سلبية المنزار إيجابية النتائج فاكر السنة اللي فات السنة اللي فات زي الهيام دي بس نفكر ناس بيحي يعني إيه المعنى ده المعنى ده عبارة عن الآتي الأبحاث العلمية النهاردة بتقول لي إن دور منزار الرحم التشخيصي في مجمع الأبحاث بيقول ما بيزودش نسبة الحمل بيقال ذلك موافقك بس أنا هاجة عند بعض الحالات ولو خمسة إلى عشرة في المية منهم اكتشفت فيهم شيء وأنا بشتغل مقدرش أرجع بظهري بقى حضرتك وقول ياريتني كنت عملت منزار من الأول عشان العملية ما تفشلش فبالتالي لما أعمل أربعين خمسين منزار يطلع مفهومش حاجة في وسطهم خمسة ستة هما اللي فيهم مشاكل وخلي بال حضرتك إن كل دول بالسونار العادي بتاعنا قال إن مفهومش مشاكل فأنا داخل بقول ده منزار تشخيصي بسيط جدا بعمل بيه الخربشة أو السكراتشينج بتاع جدار الرحم عشان أزود التقاط الأجن فجأت الأبحاث قالت لأ ده ما بيزودش كتير ماشي النهاردة بقول لأ الأبحاث التانية المضادة بتقول اعملوا حتى لو طلع سلبي سلبي يعني مفيش حاجة يعني مفيش حاجة دخلت وخرجت قلت للسيدة أنا ما عنديش مشكلة خالص مجرد أن أنا اطمنت على التجويف الداخلي للرحم والفتحات الداخلية للأنبيب أنا دايما بسمي المنزار ده عندي في العيادة والطلبة ولأي حد بوصله فكرة المنزار بقول المنزار هو دراسة الأرض وحرثها قبل وضع البذور ما أقدرش أشتغل على أرض ما شفتهاش وما اطمنت لهاش فالنهار ده هعرض فيديو بسيط قوي هوريكو أهمية المنزار في التشخيص الرحمي الرحمي طبعا في تشخيص ارتشاح الأنابيب أنا هنا بدخل عندنا حاجة اسمها نان تاتش تيكنيك إن أنا ببلمسش خالص لعندي جاز بعنق رحم ولا بوسع أنا بشتغل باثنين وتسعة من عشرة ملي فبالتالي دي زي الساعد بالزر بالزر خلي بالحضرتك كده أنا بشتغل وأنا داخل مية من عنق الرحم وبمشي في طريقي الفلاود اللي هو الصلاين أو الجليسين اللي أنا بشتغل به السائل اللي أنا بشتغل به هو اللي بيوسعلي السكة طبعا تحت ضغط معين بدون ما الضغط يزيد بيفتحلي السكة اللي قصادي بالراحة خالص ولو ما شفتش برجع تاني لحد ما خش واعرف تماما إن أنا جوه التجويف هننتظر لحد ما نخش جوه التجويف عشان نتفرج على الأرض اللي هنزرع فيها شكلها إيه ابتدينا نخش بالزبط كده تجويف شكله جميل جدا 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 شفت فتحة أنبوبة حلوة قوي على شمال وشفت اليمين هعمل بقى تقنية كده ده سليم زي الفل هعمل تقنية بسيطة جدا إن أنا هوقف الفلو هقفل الفلو واتفرج على فهتحات الأنابيب دي بتجيب لي إيه والله تفرج بقى حضرتك بالزبط كده ده الارتشاح ده السائل اللي موجود في الأنبوب إلا أنا أخلي بالحضرتك إن أنا حتى بالنظرة المبدئية شايف كده الرحم سليم حتى بالمنظر وأنا ما عملتش دي ما اكتشفتوش بالزبط كده إنت عند حضرتك أنا بسميه ده سائل سام يمنع التصاق أي جنين بجدار الرحم ده تكنيك بسيط جدا 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 أقدر أعرف بيه هنا بقى بقول والله لمنظر البطن هرجع لأهميتك الوحيدة عندي شلي الأنبوبة دي ببساطة شديدة جدا وبالتالي النهاردة بقول دور منظر البطن بيرجع ما زال له دور بسيط لكن دور منظر الرحم عمال يزيد بيزيد خلي بالحضرتك إن إحنا لو تكلمنا بالفطرة العادية جدا منظر البطن يعالج كل ما هو خارج الرحم بالفطرة كده خالص أنا ما اتكلمتش في حاجة أنا بعمل التلات فتحات بتوعي وبخش بتملق بالجاز بتاعك وبتتفرج وبتشتغل أنت ما بتجيش ناحية الرحم في حاجة خالص من فوق أنت يا بتفك التساقات يا إما بتشيل أنبوبة إما بتشتغل على المبايد أنت حر لكن ما بتجيش ناحية جسم الرحم الداخلي خالص ما تقدرش يتيجي المنزار الرحمي هو اللي بيسبر أغوار هذه المنطقة بيكتشفها بيقول لي بالضبط كده بيتفرج عليه هو عيني بقى فعلا يعني السونار هو عيني اللي أنا بشوف بيها رسم توضيحي لكن المنزار هو بيؤكد لي السونار أو بينفيه وبيوريني بالضبط أنا رايح فين وهعمل إيه من الحاجات الجميلة جدا 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 طبعا غير إن أنا بشيل لحمية وغير إن أنا بشيل حاجز رحمي وغير إن أنا بفك التساقات داخل الرحم طبعا التساقات داخل الرحم دي ما زال دور المنزار قائم فيها منزار الرحم لكن التساقات الحوض بمنزار البطن لأ وده مش كلامي ده كلام الأبحاث العلمية الأخيرة في آخر عشر سنوات مش آخر سنتين ييجي بقى النهاردة ودينا مشكلة كبيرة جدا بيتقابلنا ألا وهي سمك جدار الرحم اللي هي المخدة اللي أنا هحط عليها الأجنة ابتدينا نخترح حاجات كتير قوي إحنا بننمي هذا الجزء بما يقال هرمون الإستروجين النقي اللي هو الإستراداول والفاليريت اللي إحنا بنده للمرضى عشان يزود سمك جدار الرحم بعض المرضى ما بتستجيبش بعلاج الإستروجين ده خالص فابتدينا من كام سنة إن إحنا نجيب الـ PRB أكيد الـ PRB ده طبعا كل المجالات بتتكلم عليه اللي هو قبل ما نروح للـ PRB أنا عرفت منين إن جدار الرحم مش جاي آه ده بالثنار العادي بتاعي ثنائي الأبعاد وبأكده بالثلاسي اللي هو ما بياخدش شكل التراي لامينار اللي هو طبقتين الواضحتين تماما وما بيصلش سمكه من 8 من 10 ملي إلى سنتي اللي أنا عايزه ما بيعديش الـ 6-7 خالص وبيبقى معاروج ما هواش منتظم ده بيبقى له شكل جميل بس أنا مش مجهز ونجيبه معايا المرة دي ده بيبقى له شكل جميل جدا 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 كده بقول والله ده إحنا خلاص تمام وزي الفل هننقل أجنة على هذا الوضع فابتدينا ناخد البلازمة بتاعة المرضى ونعمل لها بروسيسنج نحولها اللي هو الـ PRP وكنا بنحقن هذه البلازمة مش بنحقن كنا بنحطها على جدار الرحم النهاردة بقى الجديد إحنا بنحقن الـ PRP في جدار الرحم بالإبرة من خلال منظر رحم بالزبط من خلال منظر بالزبط عندي غطاء لجدار الرحم أنا هشرح بالزبط إحنا بنعمل إيه دي إبرة السحب البويضات بتاعتنا لها قطر معين فهنا بنقطعها وبنوصلها بأمبوبة خارجية طبعا لازم أجيب إبرة جديدة معقمة بوصلها بأمبوبة خارجية عشان أعرف أحقن من خلالها الـ PRP بخش بمنظر الرحم والإبرة معاه زي ما كون بسحب الوضعي تخلي بالحضرتك يا شكل الحربة لكن طبعا هي صغيرة قوي لكن ده بعم مكبر بخش هنا وبتخير بعض الأماكن إن أنا بحقن فيها الـ PRP بتاعي ده اللي هو بيزود نمو الجدار الرحم ويخليهولي جاهز لإن أنا الأول كنت بحط الـ PRP في الجدار واسيبه للامتصاص ثبت إنه مش فعال النهارده بحقن الـ PRP اللي هو بليت تريتش بلازما بحقنه جوه الجدار الرحم وانتظر عليه عدد أيام معينة وبلاقي الدنيا بقت كويسة جدا 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 وأقدر أرجع الأجانة فهنا النهارده لو بلخص الدور بتاعي ما بين مناظير البطن ومناظير الرحم عايز أقول لتنين مساعدين للحقن المجهري ما فيش واحد لوحده يغنيني عن عملية الحقن المجهري إلا في حالات قليلة جدا في منظار الرحم يعني لو العائق لحمية فقط في جدار الرحم والأنبيب سالك أو الدنيا سليمة ممكن لو شلت هذه اللحمية تحمل لوحدها مش لازم لي لتلقيح صناعي ولا حقن مجهري أو ما إلى ذلك لكن عشان أقول النهارده الدور الفعال لمساعدة الحقن المجهري هو منظار الرحم نمرة واحد بكل تقنياته وبكل تطوراته وبكل قوته لاختراق هذا التجويف الصغير جدا 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 عشان يميزه ويعنوينه ويقول لي بالضبط إيه المشكلة اللي فيه أحلها قبل ما أحط فيه الأجنب إذن قضية الصراع ما بين منظار الرحم منظار البطن والحقن المجهري هي في الأساس قضية وهمية مش موجودة مش موجودة قد ما فيش وجه مقارنة بالضبط ما فيش وجه مقارنة بالضبط كده وأنه الناس لازم تفهم أنه الأولوية للبروسيدة التي تخدم زي منظار الرحم بالضبط لكن أنا النهاردة زي ما حضر رحم بتقول المريضة تيجي تقولك أعمل منظار ولا أعمل حقن مجهري الاتنين مش متساوين خالص خالص وزي ما بقول لحضرتك إحنا بيجينا حالات طبعا مرسلة من أطباء آخرين مش بس الحالات اللي بتجينا اللي إحنا بندلي بدلونا بيها من الأول لا بتجيلك حالات مبعوطة عشان تعمل حقن مجهري ريفيرد بتلاقي الاستشاري أو الأخصائي اللي باعتها لو هو صادق تماما بيقول لها أنا مش هعملك منظار حدريك هتروحي مباشرة تعملي حقن مجهري الحتة اللي أنا عايزة أقولها وولتها في الأول خالص اللي هي رسالة الطب خلوا بالكو من أن أي فتح حتى بمنظار البطن ودخولي جوه الحوض و شغلي مع المبيض بأي صورة بيأثر على كفاءة المبيض فبالتالي لو قدرت تستغنى عنه خالص لو سمحت استغنى عنه عشان تسيب لي الجزء المتبقي من المبيض إن شاء الله ينتج لي بوايضة واحدة عشان ما أثرش على مخزون المبيض تنورتنا موسيقى هالس على القيمة العلمية الكبيرة وطبعا يعني صاحب المقام الرفيع ميجستر عالم الحق المجاري وتأخر الإنجاب الأساس الدكتور محمود الشفعي استشاري أمراض النساء والتوليد وعلى تأخر الإنجاب زمانة أمراض النساء والتوليد ومساعدة الإنجاب من جامعة ستالين بوتش بجنوب أفريقيا دكتوراه أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب وزمالة أطفال الأنبيب والحق المنجاري من جامعة بورتغال وستاذ علاج العقم وأطفال الأنبيب بكل الطب المؤلف للأطلس العلم لدراسات البيضات بالمجهر الإلكتروني ببريطانيا والولايات المتحدة والمدير المراكز زينة الحياة للخصوب وتأخر الإنجاب كالحادة شرف كمير لنا وجودك معنا السلسلة مستمرة في عنوانها السلسلة المجموعة دي كشف المسطور إن شاء الله بحب الإسم خليكم مع الناس الحلو إن شاء الله لكل الناس قبل عملية السلسلة لأن في حال عدم عمل منظور معدى تشخيصي قبل العمليات بتتفاجئ إن أنت تلاقي عندك فاتق من حجاب الحاجز 11% من الناس عندهم آسم تماتيك هي تسيرني البنات بيبقوا مهزومين نفسية البنت اللي وزنها كبير فعلا ما بتبقاش عايزة حتى تتصور مش عايزة تحضر مناسبة مع صحبتها أو